أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة جهود الدولة في ملف الأمن الغذائي بما في ذلك زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف كما اطمأنها على توفر مغزون السلع الأساسية واستعدادات استقبال عيد الأطحى المبارك وأكد مدبولي أهميته توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف إضافة إلى تنفيذ المشروعات الاستراتيجية للحفاظ على توفر السلع للمواطنين بالأسواق رغم كل التحديات والتدعيات السلبية جراء الأزمات العالمية